كنت أحكي لك إيه؟ لا أنت رازم تحكي لي بقى هذه ده أم حكايات والنص يعني طاعة آه عن الحاجة بقى أمام الله يرحمها والدتك الله يرحمها كنت من ضمن الحاجات الأول اللي حكي لك جزء قبل ما حكي لك الموضوع بتاع الأغنية لما كنت أنا بقى زمان بقى جوزت وكده فنقلت مصر ففجأة ما بقيتش بشوفها ومهدم جداً كل يوم بشتغل كل يوم كل يوم كل يوم يعدي ست شهور أشوفها مثلاً مرة يعني مش عارف إيه فرحت لها مرة وكانت في المحل احنا عندنا المحلات بتاعت الفوتوكابي فلقيتها إيه؟ قلت لي تعالى اسمع تبقى اسمع إيه؟ اسمع ما يدى الحناوي ما يدى الحناوي إيه بتقول لي الحب اللي كان الله تبقى الحب اللي كان إيه ده بين اتنين بيحبوا بعض قلت لي لأ بص كان زمان الحب مالي بيتنا سرق من فرحتنا مش عارف وأنا الكلام إيه وأخذ الموضوع إيه؟ طبعاً شوية بعدين بدأت أحس إنها بجد إيه غيرانة بتاع خدتها في حضني كده بدأت بقى طبعاً احتم بأمي شوية بتاع مرة بقى أجي عيد الأم وعملت لها أغنية كتف مسلسل عالية ويكة عملتها الخيرية أحمد الله رحمها وكت الأغنية دي قلت أنا أعملها لأمي في عيد الأم وجيت قبل عيد الأم وروحت لها بالأغنية ما كانش فيه بقى طبعاً لفلاشية ولا كمبيوتر هو السيدي ووكمن وطلعتها للبيت قلت لي تعالى أكلك طلعتنا للبيت تلها سمعي أنا أحمي لك مفاجأة حطت لها الأغنية حتى السماعات كانت كده وبسمعها والله العظيم يا حمادة هي مش شاف وشي أنا عارف كلمات الأغنية مش سامع أنا مش سامع بشافها عادة عادة عملة عايض والله العظيم وما تغنيها بقى ترجمة نانسي قنقر